بالبنات عاملين اي في الجنزي؟ بص البنات مختلفين يعني البنات برضو خلي بالك زي ما احنا عارفين البنات التربيات مختلفة في البنات صفات مختلفة لكن الحاجة اللي هتلاقيها طبعا كومن بينهم هتلاقيها تدخلت بقية اي قوضة بنت هتلاقي المرأية اللي عليها اللايت اللي هو بتاع التصوير بتاع التكتور دا ما وجود عندها حتى لو هي بتنزلش بابلك هي بتصور يعني دايما عايزين يخرجوا يروحوا الاماكن اللي بيروحوها لبسوهم هتلاقي كلهم يعني حتى كنت بسأل بنتي ما كنت جاي هنا البرنامج فبقولها ايه تبليه كلكم شوها بعض اقيتلي احنا بعد الكورونا في البيتجز اللي هي بقى دايات كلها اللوكال الحاجات اللوكال الحاجات المصرية والتا فاقيتلي كلنا بيننا نجيب من اماكن واحدة الترند واحد وكلنا بيننا بنلبس زي بعض اقيتلي ودي حاجة كمان رياحتنا اقل انه مباش في حد بيلبس شكله مختلف او غريب فكلنا بسين زي بعض او شكله بعض طبعا برضو نفس الحكاية البنات عندها جرأة اكتر من الجيل اللي اللي قبله بكتير ومن سن صغير برضو عايزين يخرجوا وعايزين يروحوا ويسافتوا ويساعوا انا بنت عندها 14 سنة جاتلي من انا بحاول صاحبه خلص هو ده الحل الوحيد اللي انا لقيته ان انا اكون عنف بقى وعقاب العقاب والعاجات اللي بتحسن لا خالص يعني هما اجينس يعني انت هتسحب الموبايل او خلي الموبايل معك انا مش عاملة برضو يعني جواها مش هتقولي كده بس هو جواها بقى مش بيجو بالسكة تي قلتلي انا عايزة اروح للسينما وهقابل اتنين من صاحباتي بنيات ورايحين للسينما بتاعه انا بالنسبالي يعني لو والده اللي ارحم ومسلا اختي قالت له انا راح للسينما عندها 14 سنة البيت كله مش هيبات في البيت طبعا لكن انا ما قداميش حال خلاص خلاص وده الوضع بتاعهم قلتها طب تعالي انا هوصلك وروحت ووصلتها وسبتها قدام السينما وجيت بعد كده اخدتها بس هو الفكرة كلها ان لو جيت انت فكري فيها حد عنده 14 سنة انت لو كنت مثلا وانت صغيرة قلت لحده ان اراحل السينما وانا عنده 14 سنة حدش اسم الكلامه اصلا مش مش موجود ولا يتسلم